وصلنا لليوم الأخير لبطولة كأس العالم لكرة القدم السوداسية بمدينة اسم بألمانيا وكنا معاكم من أول يوم وحتى اليوم الأخير البطولة اللي بيشارك فيها 44 منتخب كان منهم 8 منتخبات عربية منتخب المغرب ومصر وليبيا السعودية وقطر وسوريا والكويت وعمان هنتكلم في الفيديو ده عن نتائج مباراة ربع النهائي وأيضا نتائج مباراة نصف النهائي الصاعدين إلى المباراة النهائية ومين هيلعب على المركز الثالث والرابع السلام عليكم ورحمة الله كان عندنا أربع مباراة في دور ربع النهائي في منتهى القوة كرواتيا فازت على سولوفينيا واحد مقابل شيء وتحجز مقعدا في نصف النهائي المنتخب الكرواتي أيضا أوكرانيا كانت بتلعب البرازيل وأوكرانيا بعد ما فازت على المنتخب المغربي في دور الستاشر 3 مقابل 1 وجہت البرازيل وفازت على البرازيل أيضا 3 مقابل 1 لتتأهل أوكرانيا هي الأخرى إلى نصف النهائي المباراة الثالثة في ربع النهائي كانت ما بين كازاخستان وأمريكا كازاخستان اللي كانت في مجموعة منتخب مصر واتعدلت مع منتخب مصر 1 مقابل 1 في دور المجموعات في المجموعة الخمسة واستطاعت كازاخستان أنها تفوز على أمريكا 3 مقابل 2 وتتأهل هي الأخرى إلى نصف النهائي والمباراة الأخرى في ربع النهائي كانت ما بين المكسيك واليونان اليونان اللي هزمت مصر في دور الستاشر من البطولة لعبة المكسيك المكسيك فازت على اليونان أربعة مقابل واحد ليكتمل المربع الزهبي ونصف النهائي بتأهل كل من كرواتيا وأوكرانيا كزاخستان والمكسيك وتلعبت المباريات صباح اليوم كرواتيا كانت بتلعب أوكرانيا وأوكرانيا فازت على كرواتيا واحد مقابل شيء ويتأهل المنتخب الأوكراني إلى المباراة النهائية المباراة الأخرى اللي انتهت بعد مرس طويل من ضربات الجزاء بفوز منتخب كازاخستان على المكسيك سبعة مقابل ستة ليتأهل أيضا منتخب كازاخستان لواجه منتخب أوكرانيا في المباراة النهائية موعد المباراة النهائية هو اليوم الأحد 11 يونيو 2023 الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا يعني 9 مساء بتوقيت مصر يعني 7 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزاء بالنسبة لمباراة المركز الثالث والمركز الرابع ستكون أيضا اليوم الأحد 11 يونيو 2023 ما بين المكسيك وكرواتيا الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية و5 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزاء عندي ملحوظة أنه وصل للمباراة النهائية كل من منتخب كازاخستان ومنتخب أوكرانيا والاتنين أو المنتخبين كانوا في مجموعة منتخب مصر المجموعة رقم 5 اللي كانت بتضم مصر وأوكرانيا وكازاخستان وليبيا هذا يدل على قوة المجموعة اللي كان متواجد فيها المنتخب المصري ووصل منها منتخبين إلى المباراة النهائية طرفي النهائي كانوا موجودين مع مصر بالمناسبة منتخب مصر يتعادل مع كازاخستان في المجموعات 1 مقابل 1 وهزم من منتخب أوكرانيا 0 مقابل 5 أيضا منتخب أوكرانيا هو اللي خرج منتخب المغرب في دور الستاشر بعد ما فاز عليه 3 مقابل 1 وبالتالي نرى أن المنتخب المصري والمنتخب المغربي كانوا منتخبات يعني في منتهى القوة لأنهم واجهوا منتخبين يعني المغرب وجهة أوكرانيا ومصر وجهة أوكرانيا وكازاخستان النهائي الآن ما بين أوكرانيا وكازاخستان أعتقد مباراة في منتهى القوة ولكن أرشح أنا من وجهة نظري فوز المنتخب الأوكراني اللي هو ممكن يكون يعني بدنيا أحسن شوية من المنتخب الكازاخستاني لأن مباراة أوكرانيا كانت هي الأول وبعد كده مباراة كازاخستان ووصلت مباراة كازاخستان والمكسيك إلى ضربات الجزاء الترجحية وبالتالي بدنيا منتخب أوكرانيا مرتاح شوية على منتخب كازاخستان توقعات الشخصية فوز منتخب أوكرانيا بهذه البطولة بعد أن أخرج منتخب مصر من المجموعات بفوز عليه خمسة مقابل لشيء وأيضا بعد ما أخرج المنتخب المغربي في دور الستاشر بالفوز عليه ثلاثة مقابل واحد أما بباراة المركز الثالث والرابع مبيت المكسيك وكرواتيا أتوقع فوز المكسيك اكتب توقعاتك في التعليقات ما تنساش لايك للفيديو كنا معاكم من أول يوم لبطولة كأس العالم لكرة القدم السوداسية بمدينة إسن بألمانيا والنهاردة آخر يوم وبالليل هنتعرف على البطل وبتدى نكون ختمنا معاكم البطولة أتمنى تكون يعني ربنا وفقنا في تغطية البطولة تغطية شاملة وكملة وعرفناكم كل النتائج أول بأول ما تبخلوش علينا باللايك والشير والاشتراك في القناة وعرفوا كل صحابكم بالقناة بتاعتنا بنتابع كل الأحداث الرياضية أولا بأول النتائج الترتيب المواعيد تحليل المباريات كل شيء بالتفصيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته